اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإياكم فيه على قراءة القرآن وتدبر معانيه باسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي حياك الله معنا فضيلة الشيخ في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج القرآني أهلا وسهلا وبارك الله فيكم حياكم الله بعد المقدمة التي عرضنا فيها الخصائص والنبذة والمقدمة والاسم فيما يتعلق بسورة ياسين بدأنا الحديث حول آياتها لكنني تذكرت وأنا أبدأ الحلقة الآن أذكر بأننا توقفنا عند لفظة ياسين هل هي من الحروف المتقطعة كما ارتحت إلى هذا الرأي أم هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم ترجح هذه المسألة صحيح لكنني وأنا أقرأ في أحد صور القرآن لعلها في سورة صفات على سلام على إلياسين على إلياسين جدا وأذكر من الكلام الذي قلت في تلك الحلقة بأنه لا يوجد اسم بهذا الاسم جميل لا يوجد اسم ياسين أما إلياسين هذا شيء آخر هذا اسم مختلف اسم مختلف هو إلياسين أو آل ياسين لا إلياسين في قراءة حفصين هو سلام على إلياسين على إلياسين فبالتالي إلياسين سلام على إلياسين بالفعل فبالتالي توقفت عند هذا الاسم مع الاختلاف في طريقة الكتابة هنا ياسين إذن لو كانت اسماً لكتبت بطريقة نفسها مع العلم أن القرآن كتب كلمات بطريقتين مختلفتين مثل رحمة ورحمة جميل ما اختلفنا نحن نرجح في الحقيقة هذا أنت لما سألتني قبل قليل ليس ترجيحي أنا ترجيحي الإمام الرازي والزمغشر القرطبي كلهم يقولون هذه أحرف مقطعة لغوية أبجدية للتحدي بها وهذا واضح فهل استطعت قريش بفصحائها أن تنسجة مثل القرآن أما أن نقول هو اسم الرسول فهذا تأويل أنا أقول لا أرجحه لكن غيره لا يرجحه له ذلك لكن في الحقيقة أستاذي الكريم والكلام عندما نقرأ القرآن كيف بناه الله كيف نسج آياته تجد توزيعا عجيبا لهذا الكلام العظيم ولهذه الأحرف لذلك الأرجح أنها حروف وأخبرت كذا يومها بأن نصف المهموسة فيها ونصف الجهرية فيها فالأرجح أنها حروف عربية تحدى الله بها البشر جزاك الله خير أنا فقط لأني انتبهت السلام على إلياسين جزاك الله خير جزاك الله خير فقلت لعله من المناسب لأن هذا السؤال سوف يتبادل للأخوة كذلك المشاهدين 100% وكان من الجيد أن يكون في ذهني في وقتها لكنه أن يأتي متأخر خير من أن لا يأتي كما يقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم توقفنا عند تنزيل العزيز الرحيم وقلنا لماذا جاءت بالنصب تنزيل العزيز الرحيم وأذكر بأنك قلت أنها منصوبة على الاختصاص على الاختصاص أعني تنزيل العزيز الرحيم بعض المبسلين بعد بسم الله يقولون منصوبة على المدح بعضهم يقول منصوب على المدح يعني أثني أنوه أشيدوا بتنزيل العزيز الرحيم تنسبوا على المدح تنسبوا على الاختصاص لكن لا تنسى أن هناك قراءة سليمة صحيحة من القراءة السبع المشهورة تنزيله نعم أي هذا القرآن ياسين تنزيله يعني خبر لمبتدأ محذوب خبر لمبتدأ محذوب هذه الصورة تنزيله فالقراءتان صحيحتان سبعيتان والتنوع الإعرابي هنا بالعكس يزيد النعنى ثراء تنزيل العزيز الرحيم نعم لماذا التعبير هنا بالمصدر المصدر الصريح تنزيل تنزيل برأك الله فيك تنزيل هو مصدر للفعل نزل لكن هنا المصدر عبر به عوض اسم المفعول أصلها منزل العزيز الرحيم القرآن منزل وليس تنزيل صحيح وليس تنزيل نعم جزاك الله خير للسؤال لكن عادة العرب البلغاء وطبعا والقرآن أعلى وأجل التعبير بالمصدر يدل على شدة الفعل أو قوة الفعل عندما نوح عليه السلام ابنه الكافر كما تعرف قال للكم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر إلا من رحم وحال بينهم الموجود فكان من المغرقين إلى أن قال يا نوح إنه عمل غير صالح الله أجب وفي قراءة إنه عامل غير صالح عن ابن نوح لا ليس إنه عامل إنه عمل غير صالح التعبير بالمصدر على شدة الفعل يعني في كلامنا في غير قرآن نقول إنه عامل عملا غير صالح جميل لكن التعبير بالمصدر عن الفرد عن اسم الفاعل عن اسم المفعول هذه مبالغة أستاذي الكريم عمر بن الخطى بما عرف عمر بن الخطى بشدته وحزمه بحزمه لا وجانب الثاني بالعدل وعدله لا شك نقول عمر عادل لا عمر عدل عدل نعم إذا وصفناه بالمصدر فهو قمة الوصف بارك الله فيك فهنا بارك الله فيك أصل الكلام يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم هذا القرآن منزل من العزيز الرحيم اسم المفعول أتى المصدر بدل اسم المفعول لماذا؟ لعراقته في التنزل فصماه الله تنزيلا وليس منزلا كأنه التنزيل ذاته ذاته كأنه المصدر ذاته هو ليس المصدر هذا منزل من الله لكن عبر بالمصدر لمبالغة وصفه بالتنزل ما شأن محمد صلى الله عليه وسلم به؟ صلى الله عليه وسلم لا والله لا شأن له به ليس له من الأمر شيء كلمة حرف واحد لم ينسجه محمد صلى الله عليه وسلم فهو تنزيل حقيقي فوصفه بالمصدر للمبالغة صلى الله عليه وسلم تذكرت هنا الصفة التي توصف دائما أو يصف بها دائما الكاتب العدل جميل؟ يقال الكاتب العدل هكذا اسمه شكرا على التذكير ليس العادل العدل فهو قمة العدل حتى إنه يصف بالمصدر سبحان الله فهذه بلاغة تنزيل العزيز الرحيم طيب يعني هو تنزيل من الله جل في علا جل جل تنزيل الحكيم تنزيل العليم فهذا لماذا اختار العزيز الرحيم؟ جميل هذان الاسمان جميل أو هذين الاسمين اختار هذين الاسمين الجليلين العزيز الرحيم أولا سنقول للمشاهدين الكرام كلمة العزيز والرحيم اسمان الجليلين موجودان في جميع القرآن في كثير من الصور لكن هنا بالذات كما تعرف العزيز هو القوي الغالب القوي الغالب العزيز النافذ أمر النافذ أمر عفوا ذو المهابة هو العزيز والرحيم ذو الرحمة ربك الغفور ذو الرحمة الذي يجازي بالرحمة بالعطفي بآثار الرحمة وليس بالعدل وليس بعدله لو بعدله هلكنا الله مخفر لذلك يجبني أحد الصالحين قل يا ربي لا تعاملني بعدلك أحد الجلس قل لا عاملني بفضلك بلطفك بلطفك لأنه إذا عسبك بعدله والله عين واحدة لا ندفع حقها أستاذ محمد تنزيل هذا القرآن هو الآن ماذا يفعل جل جلاله أو البيان ينوه بالقرآن أولا بما نوه به كيف وصفه قبل ذلك على سراط المستوى والقرآن الحكيم وصفه بأنه حكيم صحيح محكم حكيم ناطق بالحكمة صح هذا وصف ذاتي صحيح القرآن حكيم يتضمن الحكمة وهو يعني حاكم ممتاز الآن ونوه به من جهة منزله منزله بارك الله به تنزيل جيد هو حكيم من أنزله عزيز رحيم عزيز رحيم تنويه به من ناحية إضافية كما قال الفخر الرازي قال نوه به بذاته ونوه بإضافته لمنزله ودائما عرف عند العرب الرسالة يعني لها شأن من مرسلها ممتاز ما شاء الله اثنين العزيز الغالب القوي ترهيب رحيم ترغيب فهو هذا الكتاب المنزل من الغالب الغالب القوي المرهوب جنابه الذي يحسن بكم أن تطيعوا لأنه غالب الذي يحسن بكم أن تخشوه لأنه رحيم بكم ففي مصلحتكم استعمالوا العزيز الرحيم للترغيب والترهيب بارك الله فيك إن شاء الله فلابد أن يعني هو ينوه به من هذه الناحية أضيف لك شيئا ثالثا كلمة تنزيل أصلها فيها تنوية تقول لماذا النزول يكون من ماذا من علن إلى أسفل كلمة تنزيل تنويه بالقرآن بأنه في مكان أعلى وأرفع إذن وصفه ثلاثة أوصاف بأنه حكيم بأنه من عزيز رحيم بأنه من مكان عالي من اللوح المحفوظ تنويه بالقرآن وصورة ياسين فيها تنويه بالرسل صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم جزاك الله في آية أخرى قال نزل به الروح الأمين جميل أيضا تنويه به عن طريق الواسطة الواسطة جبريل الأمين وحي السماء عقوا الوصي الأمين على وحي السماء أيضا وأنا أبحث في عدة تفاسير وجدت فكرة جميلة وهي العزيز الرحيم لماذا هذان الوصفان لأن الصورة في أحد محاورها استبغت بالعزة والرحمة من محاورها يعني المحور الأساسي كما قلنا المرة الماضية حديث عن الرسالة والحديث عن إحياء إحياء الموتى عن الحشر والبعث هذان ركنان لكن أيضا نجد ملامح من بين ملامحها العزة أولا عندما سيأتي إهلاك أهل القرية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون عندما تحدث عن ضعف أصنامهم وعزة الله أصنامهم إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم العزة في جانب من؟ في جانب الله أيضا عندما تبدو العزة في أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأهلكهم أنظر ما ذا قال إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم جميل تبدو العزة في إحضار الخلق يوم القيامة فإذا هم جميع لدينا محضرون عزيز 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 يحضر الخلق جميعا فإذا هم جميع لدينا محضرون تبدو العزة في مشيئته المطلقة وإرادته النافلة إنما ولو نشاء لطمسنا على أعينهم من يرد مشيئة الله أبدا عزيز غالب ولو نشاء لما سخناهم على مكانة من يرد مشيئة الله أبدا تبدو العزة في أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون دهو كن فيكون هل هناك من يرد قول الله أمره خط العزة موجود في الصورة فاضح فلذلك تنزيل العزيز الرحيم أيضا باختصار وخشي الرحمن بالغيب تبشره خشي الله أم خشي الرحمن خشي الرحمن حتى الكفار صلى الله عليه وسلم و سنصل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن سبحان الله حتى هم هم مشركون كافر أيضا يقول وما أنزل الله كما ورد في آيات أخرى هنا انجذبوا إلى السياق السورة يا سبحان الله و سأقول لك لماذا قالوا وما أنزل الرحمن و تسألني مع أنهم ينكرون هم ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم استعملوا الرحمن آه ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله لكن هنا و أصفوه بالرحمن جميل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شبه إلى أن يقول وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعْنِهُ خط الرحمة موجود إلى أن يقول لما يهلكون أستاذ محمد جاءهم الملصلون آمنوا آمنوا اتبعوا الملصلين لما يوم القيامة يقفون بين يدين يقولون هذا ما وعد الرحمن و صدق الملصلون يا حبيبي كنت تؤمن في الدنيا فخط الرحمة واضح من أواخر الآيات سلام قولا من رب رحيم فامتازوا أيها المجرمين فامتازوا اليوم أيها فخط العزة والرحمة لذلك أقول للمشاهدين الكرام أقول لنفسي أولا و لك و للمشاهدين والله عندما تجد اختيارا معينا من الأسماء الحسنى في بعض الآيات اعلم أنها تتجاذب وتستبغ بروح الصورة و صورة فيها روح العزة الإلهية و روح الرحمة الإلهية صرح الله فيك طيب إذا واضح جدا لماذا قال تنزيل العزيز الرحيم و اختار هذين الاسمين جم قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون هنا الأمر هذا متعلق بماذا تقصد لتنذر اللام التعليل جميل يعني هل الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم لتنذر قوما جميل هذا لقم واحد تنزيل العزيز الرحيم لتنذر أي نزله الله العزيز الرحيم لينذر لينذر إذن لام التعليل متعلق بالفعل نزل المتضمن في المصدر المتضمن في المصدر رقم واحد اثنين يجوز أن نقول متعلق بالمرسلين إنك من المرسلين لتنذر قوما ما أنذر يجوز وهذا هو الثراء اللغة القرآنية إنك لمن المرسلين بعدين على صراط مستقيم كذا يجوز لنا أن نربط الفعل لتنذر بإنك لمن المرسلين فنقرأها لإنك لمن المرسلين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أو تنزيل العزيز الرحيم لتنذر الوجهان صحيحان وهذا من طراء العبارة القرآنية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم جميل هنا ما قد تفهم أكثر من فهم صحيح ربما تكون ما بمعنى النفي جهيد لم ينذر آباؤهم جهيد أو ربما تكون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم بمعنى الموصولة الموصولة إذن لتنذر قوما الذي أنذره يعني في محل نصب مفعول مفعول ولكن أصلها موصولة موصولة بالفعل أنا تركتك أنت تشرح إذن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يقصد ما أنذر آباؤهم الأقربون أما آباؤهم الأقدمون جاءتهم الرسل نحن بني إسماعيل إسماعيل كان نبيا عليه السلام وقبل عيسى جاء رسل صحيح إذن لا إذن ما أنذر آباؤهم الأقربون هذا المقصول فما نافيه المعنى واضح المعنى الثاني لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم الأقدمون هنا العلماء يركزون أما تقول لقرن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي نبي بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى خمسة قرون هذه معروفة تاريخيا فأهل الفترة لم يأتهم نبي بعد عيسى عليه السلام إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معناها ما هنا في محل نصب مفعول ثاني آه لتنذر ممتاز أنا موافق وهذا لتنذر قوما الذي أنذره أنذره ضروري ينضيف لها آباؤهم آه كيف تقول لي مرة أنذره العلماء قالوا الذي أنذره آباؤهم الأقدمون معنى صحيح آباؤهم الأقرب ولم ينذره قبل قرنين أو قرنين بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رسول صح سبحانه آه احتمل لا هناك معنا ثالث نريد تقديم العربية من جديد لأبناء العرب ما تفيد النفي وما تفيد الموسودية وما تفيد المصدرية صح مصدرية لتنذر قوما إنذار آبائهم الأولين مثل إنذار آبائهم الأولين الذي أعرفه بأن المصدر أنواع إما مصدر صريح أو مصدر مؤول وهو يأتي بأن والفعل مضارع صحيح لكن ما ما تكون مصدرية أيضا قد تفيد الزمن وقد لا تفيد الزمن تفيد المصدر تعطيني مثال مثلا حتى تضيح المقال يعني هنا المعنى لتنذر قوما إنذار إنذارا مثل إنذار آبائهم إنذار مصدر تؤول ما أصلا تدل على المصدر أعطيك شيء أنا صاحب القرية حبيب النجار كما سنصل نعم لما استشهد قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ما مصدرية ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي بمغفرة ربي لي واضح؟ بس ما تدتي بنفس المعنى ما الموصولة؟ قريبا منها لكن هذه تفيد المصدرية وهذه تفيد الموصولة قريبا منها لكن تفيد المصدر جيد أعطيك شيئا آخر ما وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مدة دوام حيا هذا مصدر لكن مصدر يفيد الزمن ضرفية زمنية ضرفية زمنية إذن ما لها عدة معاني ما أحوجنا إلى لسان العرب حتى نفقها كلام الله سبحانه وتعالى لسان العرب عامة وليس الكتاب طبعا عندما نفهم لسان العرب واللغة العربية تمكننا من التعامل الإيجابي مع كلام الله والله لا يوجد أنا عجبتني كلمة الإمام الشاطبي الشاطبي صح بالموافقات في أصول الفقه يقول عندما يقف عند قوله تعالى ألف لام رسولة يوسف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يقول معلقا فمن أراد أن يعقل عليه كلام الله فعليه بلسان العرب ومن جاءه من غير لسان العرب فقد ظل سواء السبيل سبحانه وأنت تأتي إلى القرآن من جهة أخرى أبدا لا تستسيغ هذه مفاتيحه اللغة مفاتيحه لسان العرب فهنا بارك الله فيك لتنذر قوما أولا نحن لم نشرح الجمهور وهم شاء الله قراء ومشاهدون كرام لتنذر أي لتخوف صحيح لتعظ والإنذار وعظ فيه تخويف عكسه أو ضده التبشير لتنذر جاهد واحد يسأل يقول جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته فقط الإنذار صورة ياسين صورة الحديث والمخاطبة مع المشركين الذين أنكروا رسالته والذين جحدوا التوحيد وجحدوا النبوة هؤلاء يحتاجون إنذارا أم تبشيرا لكن هل هذا يتسق مع اضطراد ذكر الرحمة والرحمن لأن الرحمة لها علاقة بالتبشير أكثر من الإنذار إذن بارك الله أنت تساعدني استعمل العزة في خط واستعمل الرحمة في خط والقرآن ترغيب وترهيب فهذا يتسق مع الترهيب الترهيب وذلك يتسق مع الترهيب وهذه الآية في صورة الحجر العظيمة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إذن الترغيب والترهيب لا ينفصلان وقلب البشري لابد له من هذا ومن هذا بارك الله واضح طيب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فقلنا ما أنذر هذه فيها ثلاث أوجه وذكرناها ما أنذر آباؤهم فهم غافلون هنا فهم غافلون تفسر بوجهين إلا واعتبرنا أن الماء نافية لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم والنتيجة فهم غافلون جملة فهم غافلون جملة اسمية مترتبة مسببة عن ما قبلها هي نتيجة لم ينذر آباؤهم النتيجة فهم غافلون لو أتينا بالمعنى الثاني لو أتينا بالمعنى الثاني لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم لماذا تنذرهم لأنهم غافلون تكون تحمل معنى التعليل فالوجهان صحيحا والفا تفريعية على ما سبق والفا تفريعية والغافل كما تعرف هو الساهي الذي ينشغل عن ما ينبغي له أن ينشغل به طالب قلوا لماذا أنت غافل عن دروسك ينبغي لك أن تهتم بدروسك لتنجح فهو غافل عن ما ينفعه هؤلاء غافلون عن العقيدة التي تنفعهم يوم القيامة وتجعل الحياتهم جميلة طيبة فهم غافلون عن أنفسهم جميل يقول الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لا شك أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها جميل واستعمل فيها لقد للتحقيق نعم واللا موطئ لقسم محذوه والله لقد والله قد حقه هكذا هكذا لقد حق القول أي قول هذا أولا بارغلافك دائما لما نقرأ في القرآن هذه قضية مضطردة ونساعد المشاهدين الكرام على فهم القرآن بما يضطرد فيه من أسلوب اضطرد قول القرآن لقد حق القول بأنه العذاب وجب عليهم العذاب ثبت لهم العذاب هذه معنى حق القول عليهم أي قول هو قول الله في سورة صاد لقد حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا هو العذاب العذاب لقد حق القول مني لأملأ أن جهنم من الجنة من جنس الجن والناس أجمعين طبعا من أي نوع من يصر على الكفر ولكان ألاس كفارا وآمنوا الله أعلم بالقلوب من أصر على الكفر ولم يستجيبوا للرسول الله حق عليهم القول بإصرارهم لا لأن الله دفعهم جل جلاله إلى ذلك فلقد حق القول على أكثرهم وانظر إلى الاحتراز والاحتراس عليهم لا على أكثرهم لو قال لقد حق القول عليهم جميعا والله بعض المخاطبين آمنوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشركا فآمن حمزة رضي الله عنه قبل أن يسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وكثير من من انقلب أبو صفيان عليه السلام حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى فتح مكر أسلام بعد الفتح جيد بعد 18 سنة ولكن عندما حصنا إسلامه والله جاء كل الأمويين من ذريته يعني من ذريته الأمويين صحيح جميل لقد حق القول كما تفضلت أنت قد تفيد التحقيق ولام تفيد التوكيد ولكن أيضا نقول هي لام موطئة تشير إلى أن ثمة قسما محذوفا وعزتي لقد حق القول على أكثرهم ما مناسبة هذا الكلام بما قبله هنا عندما قال قبل قال لتنزيل العزيز لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الميل يكون أكثر إلى أن ما أنذر بمعنى لم ينذر آباؤهم فهم غافلون نقصد الآباء الأقربين تقول لي لماذا في آية أخرى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير هذه نافية كذلك هذه نافية لا تحتمل وجه آخر واضح والقرآن يحمل بعضه على بعض عندما بيّن له أنه جاء لينذر قوما لم ينذر آباؤهم الأقربون فهم غافلون بيّن إصرارهم على الكفر أو إصرار فريق منهم قال لقد حق القول على أكثرهم لا تتعب نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا عميقا قل لقد حق القول على أكثرهم أكثرهم هنا الضمير يعود لمن على أكثر المخاطبين من قريش على أكثر القوم لتنذر قوما ما أنذر نعم على أكثر المخاطبين في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم من خزاعة من قريش من بني إياد من بني كذا من بني كذا واضح فهم لا يؤمنون ولم يقول فهم مشركون لا لا جميل بس أنا قصدي في الفعل مضارف فهم لا يؤمنون لم يقول فلم يؤمنوا لا لا حتى في المستقبل لأنه حق القول عليه حق ممتاز لو قال فلم يؤمنوا ولا ممكن أن يؤمنوا بعدين حكم عليهم بأنهم حتى في المستقبل لا يؤمنون لأن الله أعلم بالقلوب ولذلك الصيغة تفيد استمرارهم وفعلا مات الكثير وإلا فلم يحق عليهم القول إذا كانت في المستقبل ربما يؤمنون نعم لذلك احترز بقوله جل ثانا أكثرهم وليس على جميعهم إذن فهم لا يؤمنون أي لم يؤمنوا ولن يؤمنوا جميل بقيت فكرة أوضحها لك لأن أحيانا ست أنسى وريد أن أعطيها المشاهد الكرام كلمة لقد حق القول عليهم دائما إذا قرأناها على أكثرهم على أكثرهم على الذين فسقوا موجودة هي بأنواع الاستقراء في القرآن يدل على أن القول عندما يكرره الله حق القول يتدل على ثبت العذاب عليهم أقرأ قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول أي ثبت ووجب عليهم العذاب في آية أخرى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاصرين في آية أخرى يقول أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت إلى أن يقول فحق عليها القول فدمرناها إحدى القرى يقول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا واضح؟ كل الأمر متعلق بالعذاب إذن أيها المسلم إذا قرأت حق القول ثبت العذاب على تلك الطائفة أحيانا كي ينعن القول وأحيانا يقول حق كلمة أنا قول الكلمة عن أي كلمة يتحدث عن كلمة العذاب عن كلمة العذاب عندما يقول أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار إذن الكلمة مقصود بها ماذا؟ كلمة العذاب نأتي إلى آية نخرى وكلمة والقول هو نفس الجزء آه بس القول أشمل من الكلمة لا شك لما يقول حقت كلمة العذاب على الكافرين إذن لما تقرأها بدون كلمة عذاب تفهمها على أنها العذاب كذلك حقت كلمة ربك يقول ما هي كلمة ربك؟ كلمة العذاب ما الدليل؟ ما الدليل؟ على الذين فسقوا الآية تقول كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ما الذي حق على الذين فسقوا؟ العذاب الكلمة تفسروا بالعذاب والقول يفسر لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قاعدتان مضطردتان في القرآن سبحان الله أنا أحببت أن نوضحها سامحني أزاك الله خير بالعكس مفيد هذا الأمر يقول إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي الأغلال جميل إلى الأذقان فهم مقمحون هذه صورة صورة رائعة جداً ومخيفة اللهم اخفر لنا اللهم عافنا وعفو عننا كيف نفسر هذه الصورة؟ هذه الصورة بارك الله وفك بعدما تحدث عن وعبر عن إصرارهم على الكفر وتصميمهم عليه بقوله لقد حق القول عليهم ضرب لهم صورة ومثل لهم تمثيلاً هذه استعارة تمثيلية في الحقيقة استعارة تمثيلية ضرب لهم استعارة من الإبل المقمحة نقول إبل مقمح ولا جمل وجمل قامح كده الوصفين جائز هذا باسم الفعل وهذا باسم المفعول وسأقول لماذا إنا طبعاً إنا تعود على من؟ على الله على الله جل في عين نون العظمة العظمة إنا جعلنا طبعاً التعبير بنون العظمة في دلالة إذا الله جعل على أعناقهم أغلالاً من يستطيع أن يفك هذه الأغلال؟ ولا أحد والله كل قوة البشر لا تحول لأن إن الله يقول لا بشر ولا جن ولا ملائكة ولا أغلالة ولا دول مختلفة إن الله يقول بجلاله وعظمته جعلنا ماذا جعل جلتنا؟ في أغلال أعناقهم أغلال العنق ما بين الرأس والنحر هذا العنق ويسمى بالرقبة جميل أغلالاً جمع غل بالضم السيد محمد الغل بالضم جمعه أغلال والغل الغل هو الحقد حقد والكراهية كما تعرف إن جعلنا أغلاء بأعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان يعني تبدأ من النحر تصل إلى الذقن ما هذا الغل؟ يعني لو كان قيداً لو كان صفداً لو كان سلسلة والله تكون بسيطة أما الغل يمتز بأنه عريض وقوي وشديد ويمنع الرأس أن يرى إلى الأسفل يا سبحانه الله هذا كلام شديد والله يقرأ اللسان يقرأها ولا يتأملها نحن بحاجة إلى أن نتأمل هذا النوع من الوصف الإلهي الذي يصف لنا الكفر الذي تبطن واستأصل في قلوب المشركين الذين لا يلتفتون إلى الحق يصور الله تبارك وتعالى المشركين الكافرين المصممين على الكفر الذين لا يلتفتون إلى الإيمان كالذي أقمح ما معنى قمح البعير رفع رأسه ويغض طرفه يحاول أن ينظر لا يستطيع وكلمة قمح البعير عندما يذهب إلى الماء يريد الماء يشرب أحياناً يكون الماء بارداً جداً يقمح البعير يرفع رأسه رفعة شديدة يعني قوية لذلك كما قال اللغويون يقولون يسمون كانون الأول وكانون الثاني يسمونهم شهري إقماح إقماح بمعنى لأن الإبلة تقمح عن الماء لشدة برودة لشدة برودته واضح أحياناً يقولون تقمح عنه لكراهيته أحياناً يكونون في رائحة في رائحة لهم غير ذلك فشبه الله الكافرين الذين لا يلتفتون إلى الحق كالإبل التي ترفع رأسها ولا تستطيع تحاول النظر ولا تستطيع فهم مقمحون مقمحون اسم فاعل أم اسم مفعول مفعول اسم مفعول كأن يصور لنا اسم المفعول هنا كأن الإبل لا تعرف السبب الذي أقمحت من أجله كما أن هؤلاء المشركين في ضلال لا يعرفون هم يعني ينفرون ولا يستطيعون أن يتحققوا من الدافع والدافع داخلي باطني إسرارهم على الشرق فهم مقمحون فهذه صورة تصور الأعناق في عفوا الأغلال في أعناقهم بقي أن أضيف لك شيئاً إن جعلنا في أعناقهم أغلال أين المفعول به؟ جعلنا في أعناقهم أغلالاً ممتغل الأصل أن المفعول به يقدم إن جعلنا أغلالاً في أعناقهم هذا الأصل في اللغة صحيح لكن عندما يحدث تقديم اعلم أنه ثم تسبب السبب هنا أن السياق جاء السياق في صورة ياسين يتحدث عن الأغلال أم جاء يتحدث عن المشركين عن المشركين خمس قدم الأعناق يا أخي سبحانه بما أن السياق يتحدث عن المشركين وبعد ذلك سيأتي وسواء عليهم عن الأغلال أم عن المشركين سواء عليهم أأندرتهم أم السياق كله عنهم إذن يقدم ما هو ببيانه أعناق هو يريد تصوير حالتهم وتصوير نفورهم من الحق ومن التوحيد بارك الله إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالَ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ أي الأغلال إلى الأذقان فهم مقمحون يعني ملزوزة ملتصقة بالأذقان هذا طبعا فيما يتعلق بالأعناق لكن يتواصل الحديث يقول وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ هذه صورة أخرى صورة أخرى مكملة للأولى سبحان مكملة لها يريد القرآن والله جلتنا أن يصور مدى إعراضهم عن الحق عن الإيمان عن التوحيد بالإبل القمح والمقمحة يعني أقول التي تصدها الأغلال عن النظر هذا رقم واحد النظر حتى في ذاته لا يقوم المقمح الذي في عنقه غل عريض لا يرى نفسه لا يرى بدنه أنه مقمح هكذا و هذا سيد محمد جميل بعد ذلك أنت وأنا نقول جيد لا ينظرون إلى أسفلهم أو إلى أبدانهم ينظرون أمامهم لا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدَّا سبحان الله وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا اكتملت الصورة الآن اكتملت الصورة الصورة الثانية مكملة للأولى هو الله يريد أن يقول وَلَفِي الْآفَاقِ فَجَعَلْنَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ أي كما تعرف أمامهم أمامهم بين أيديهم أمامهم سدا وفي قراءة سدا قراءتان صحيحتان ومن خلفهم السد معروف والسد لغة العرب تقول سقم وسقم لغة العرب بعضهم يقول السد بالفتح ما بناه الإنسان والسد ما وضعه الرحمن بعضهم لكن اللغة العرب تقول السد والسد طيب فَجَعَلَ سَدًّا وَسُدًّا أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ ما النتيجة؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ غَطَيْنَا أَعْيُنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْسُرُونَ ماذا سيد الحمد؟ لك قال وَمِنْ خَلْفِهِمْ كَذَا أيضا جيد لو وضع لو قال جعلنا من بين أيديهم سدا قل والله يرجعون إلى الوراء ويلتفل لا 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 وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَيَهْلَكُونَ فِي أَمَاكِنِهِ جيد أصف لك شيئا انظر إلى الترقي في وصف عدم النظر أولا قال جعلنا من بين أيديهم سدا السد ماذا يفعل؟ يحجب يحجب ممتاز يمنع الرؤية صحيح لم يكتفي قال فأغشيناهم ترقي هذا ما معنى أغشيناهم غطينا أعينهم النتيجة فهم لا يبصرون يعني سد فغشاء فعدموا إبصار ظلمات بعضها فوق بعض فهو تصوير لعدم التفاتهم للحق أبدا ماذا يقول الفخر الرازي رحمه الله يقول جعل صورهم كأن الأغلال هم في الحقيقة أنا أسألك وأقول للمشاهدين هل كان الكفار يمشون وفي أعناقهم الأغلال في مكة أبدا إذن نحن مع صورة بلاغية صحيح نحن مع الاستعارة التمثيلية شبههم بالذين وضعت الأغلال في أعناقهم فلا يستطعون رؤية أنفسهم هاي رقم واحد وشبههم بمن وضعت أمامهم سدود تمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون لماذا هاتان الصورتان والله هم لم يعتبروا بآيات الأنفس ولا بآيات الآفاق والله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق وفي أنفسهم الأغلال منعتهم من رؤية الآيات في أنفسهم والسد والسداني منعاهما من رؤية آيات الله واضح؟ فهم لا يبصرون واضح وهذا كله تصوير تمثيلي لإصرارهم على الكفري وعدم عطافهم للتوحيد والحق الذي جاءت به نبوة محمد السلام هنا قال وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أحيانا يأتي أسلوب آخر يقول ختم الله على قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً هذه في سورة البقرة بارك الله طيب هل هو قريب جدا من هذا قريب جدا هو نفس ذاته البعنى بالعكس سيد محمد في سورة يسين جاء نفس الكلام سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا سنأتي إليها إنما تنذروا من يتبع في سورة البقرة سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا ختم الله على قوله هنا قلت نفس الكلام سبحان الله هناك قال ختم الله على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وجعل الأبصار غشاوة بمعنى الغشاء على أبصارهم جميل هنا ماذا قال؟ جعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يصيرون إذن معنى ذاته جاء السؤال سورة البقرة تحدثت عن الإيمان سيد محمد فهذا واضح أول آية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين هدى الذين يؤمنون بالغيب الهدى والمتقين والإيمان عندما تحدث عن الهدى والتقوى والإيمان ناسبها الختم على القلوب سبحانه والخطع على الأسماء لأن الهدى والإيمان يسمع يحتاج إلى سمع وبصر فتحدث عن الجوارح لأن الحديث عن الإيمان الداخلي الإيمان والتقوى والهدى ماذا فعل؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم وشوف جميل نأتي نحن هنا في سورة ياسين أول آية تقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المتصلين على صراط مستقيم هل ينظرون إلى الصراط جعل بينهم وبين الصراط المستقيم سدا فبالتالي الصراط يستقيم معه السد السد والرؤية نعم السد لأن السدود تكون في الصراط وتكون في الطرق صحيح فعندما وصف بأن محمد لو قالت محمد مهتد لو قال إنك على هدى تتناسب معها ختم الله على غن لكن هنا وصفه على صراط مستقيم فناسب أن يكونهم يعني في طريق مسدود فيه سدود وأنظر إلى التناسب بارك الله فيك جميل وسواء عليهم والأمر سواء عليهم جميل صحيح الواو سواء عليهم أو أقرأ لي الآية كاملة وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنت قبل قليل وقلت لما شاء الله المصدر في العربية صريح أو مؤول أو مؤول نحن مع المؤول سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك أأنذرتهم أم لم تنذرهم الفعل المضارع بعد سواء وهمزة الاستفهام التي تفيد التسوية يؤول بمصدر صريح واضح أصل الكلام وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم نؤولها سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لا تتعب نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم إنذارك وعدم إنذارك في حقهم سواء وكلمة سواء كما تعرف مستو نحن نقول وغيرها نقول إنذارك وعدم إنذارك سيان يعني لا يجدي معهم الإنذار فلا تتعب نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا المقصود صلى الله عليه وسلم فهو المصدر المؤول وسواء إذا جئنا من ناحية الإعرابية هي خبر للمصدر المؤول أصل الكلام إنذارك وعدم إنذارك سواء سواء خبر مقدم بارك الله وفيره قال أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جميل فهم لا يؤمنون النتيجة فهم لا يؤمنون في الحال والاستقبال طبعا والله تعالى يتكلم عن الذين علم الله في قلوبهم إصرارا على الكفر والله في آيات أخرى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله أعلم بالقلوب لذلك هم قد يستوي إنذارك وعدم إنذارك في مثل هؤلاء وسواء كما تعرف في اللغة العربية هو اسم مصدر اسم مصدر اسم مصدر لأن المصدر هو التسوية يستوي سواء يستوي سواء لو شاء وسواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك كأنه يقول مستو مستو إنذارك وعدم إنذارك فهم لا يؤمنون الفاء مترتبة مترتبة تفريعية على ما سبق طيب يعني ربما يقول قائل إذا كان سواء على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم أو لا ينذرهم فهم لا يؤمنون إذن لماذا ينذرهم قد يقول هكذا قائل جيد إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم بأنه الأمر سيان كما قلت هذه الآية صريحة الآية صريحة أنا فهم عليك أنت تتكلم الآن ليس من ناحية اللغوية أنت تخاتم لا لا أنا تتكلم من ناحية المعنوية المعنوية لكن أنا أعود بك إلى ناحية لغوية هو ماذا قال سواء عليهم أو سواء عليك لا عليهم هم خلص الإنذار وعدم الإنذار في حقهم يستوي أما بحقك لا أنت مطالب بالتعليم وبالدعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنت سؤالك كان إذا كان يستوي عندهم الإنذار وعدم فلماذا يدعوهم محمد صلى الله عليه وسلم والله هو يدعو كل البشر آمن من آمن وكفر من كفر هو مطالب أن يدعو إلى الإسلام وإلى الإيمان سواء عليهم لم يقل له سواء عليك لا هو مكلف بالدعوة وبعد ذلك إذا دعا ومأجور غير مأجور وبعد ذلك إذا دعا لو لم يدعوهم يا أستاذ محمد هم كفار صح ولم الله تعالى بعثه واختار المؤمنين فقط ماذا يقولون يوم القيامة ماذا يقولون والله لم يأتنا نذير ويحتجون بأن النذير لم أدعو أنت ذكرني بسورة الأعراف وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون سبحان الله لم تعيذون قوما الله مهلكهم صحيح أو معذبهم عذابا قالوا معذرة إلى سبحان الله هذه آية العراف وإذ قالت أمة لأختها لم تعيذون قوما الله مهلك لكن هذا يختلف عن قول الله سبحانه وتعالى للنبيه أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر لهم لكن الأمر يختلف يختلف أولئك المنافقون نفاقا عقائديا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يستغفر سواء استغفرت على إذن همزت التسوية فلن يغفر الله لهم لأنهم يؤسوا منهم وعلم الله ما في خلقهم فهنا كان سواء عليك آه جميل شبت كيف؟ ما شاء الله أما هنا سواء عليهم أما أنت فأنت مطالب معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون طيب هنا قال أنذرتهم أمن تذرهم لا يؤمن إنما تنذر من اتبع الذكرى إنما هذه جاءت بأسلوب إن الكافة والمكفوفة الحصر الحصر جميل تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم كأن سائلا يسمعوا هذا السؤال ويسمعوا سؤالك أنت عندما قلت لي بما أنهم يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم فلماذا ينذرهم؟ عندما يتبادر هذا السؤال إلى ذهن أي قارئ جاء هذا الجواب إنما تنذر من اتبع الذكرى إنما ينفع إنذارك وحد يقول شاهد يا أخي إذا استوى الإنذار وعدم الإنذار فما جدوى الإنذار؟ ما جدوى الدعوة من ينفعهم؟ أنا وأنت نتساءل إنما إنذارك يكون لأولئك لأناس يتصفون بصفات ما هي الصفات؟ من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم واضح سيد محمد؟ والكلام للمشاهدين إنما تنذروا أذكرك بشيء لكلام في هذه الآية هو بالحقيقة في البداية في البداية وصف له إصرارهم على الكفر صحيح ووصف أن أبصارهم لا ترى مقمحة مقمحة هم مقمحون هم مقمحون وأبصارهم مغشي عليها مغشي عليها لا ترى الحق واحد يقول جيد أبصارهم مغشي عليها ورؤوسهم مقمحة لا يرون الحق ممكن يسمعون قال له سواهم أنذرتهم أبلم تنذرهم حبيت عتك هذه الفكرة سبحان الله أيضا لأن الإنذر بما يكون بس بال بالكلام ويسمعون فهنا وصف الله إصرارهم من كل نحية هذه واحدة اثنين بعضهم نعجبني أحد مبسرين أظنه الإمام البقاعي قال بعدما وصف إصرارهم بالتمثيل ألم نقول استعارة تمثيلية تمثيلية نعم بعدما وصف إصرارهم بالتمثيل وصفه بالتصريح قال سواء علي أنذرتهم أم لم تنذرهم الآن أنا وأنت قلت من ينفعه الإنذار إلى هؤلاء إنما تنذر جملة استئنافية بيانية تبين من ينفعهم الإنذار حق النفع بارك الله فيك سامحني أطول لك مرة إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشية الرحمنة طيب نريد أن نفصل هذه المفردات جميل ما المقصود اتبع الذكرى جميل ما المقصود بخشية الرحمنة أولا الذكر هو القرآن كما تعرف إننا نحن نزلنا الذكرى وليس عامة الذكر لا لا هنا بالضبط في هذه الآية السياق وكله عن القرآن والحديث منذ بدع القرآن وحتى بالنهاية يقول إنه إلا ذكر وقرآن إنه إلا ذكر وقرآن بس إذن الذكر هنا هو القرآن جميل وخشية الرحمنة أنا لا داني أرى أن أشرح له خشية إنما تنذر كأنه يقول إنما ينفع إنذارك أنا هذا الركز عليه وتجدي دعوتك مع الذي يتبع يتبع أم يتبع يتبع أم يتبع يتبع ما الفرق بين من يتبع ومن يتبع والله يتبع بسهولة وهو بالفعل الماضي اتبع أنا أنا تنذر من يتبع نعم أنت أقصد التضعيف أو أن أقول التسهيل أنا أقصد افتعل اتبع على وزني افتعل فيها جهد من ينفعه الإنذار يا رب الذي يشتهد في الاتباع في اتباع الذكر في قراءة واحد يقول لكم والله أنا لا أستفيد من قرآن يا حبيبي أنت تجرب تقرأ جربت تحاول أن تفهم جربت أن تتدبر عليك أن تتمع الذكر لا أن تتبع الذكر وهذا أنا أريد فلابد من جهد واستفراغ الجهد لاتباع قول الله وفهمه وتدبره ثم تطبيقه هذا واحد وخشي الرحمن قلنا الخشية مرارا يخوف مع انكسار خوف من الرحمن مع تبجيل وانكسار أمام الله جيد أنا جبني أحدهم بسيلي يسأل يقول وخشية الرحمن لماذا لم يقول وخشية أنت الآن ممكن الخشية تكون من الخوف وخشية الجبار ممتاز ما شاء الله عليك وخشية الجبار وخشية المنتقم صح؟ صحيح وخشية الديان والله استعمال أولا خط الرحمن موجود صح؟ لا وخشية الرحمن خشية تجعله لا يتكل على رحمة يا سبحان الله كثير من الناس يقول يا أخي صلي يقول إن الله غفر الرحم حبيبي صلي لا تتكل على صفة الرحمة هذا رقم واحد خشية مع علمه أن الله رحمن لكن لا يتكل على الرحمة وهذا كذلك الصفة تتسق مع الصياق العام إنما تنذر من اتبع الذكر فالذي يتبع الذكر جميل يتناسب معه الحديث عن الرحمن جميل هذه واحد اثنين أعطيك شيء آخر وخشي الرحمن كأنه يقول ينفع الذكر من يخشى لا يخشى انتقام الجبار لا يخشى عقبه يخشاه حتى عندما تخاطبه برحمة الله يلين قلبه يعني لا يخشاه خوفا منه إنما يخشاه لأنه يعرف رحمته يعرف غفران يعني بلغة أخرى يلين قلبه بمجرد ذكر الرحمة فما بالك إذا ذكر العذاب واضح أستاذ محمد وخشي الرحمن بالغيب بالغيب كما تعرف جار ومجرود صحيح حال وخشي الرحمن غيبا غيبا حال كونه غائبا عن عذابه حال كونه هل نحن نرى الله في الدنيا ما تجي مفعول فيه لا لا هو بالغيب جار ومجرود تفسر بحالية أو تؤول بالحالية عند جميع النحاة بالغيب أقرأ لي بعدها محمد فبشره بمغفرة وأجر كريم ما الجزاء فبشره الفاء تفريعية بمغفرة وأجر كريم هنا العلماء تسألوا جيد قال لو قال فبشره بمغفرة المغفرة كافية صح لا أجر كريم كذلك جميل المغفرة تمحو الشرك والأجر الكريم للعمل للعمل لو قال فبشره بمغفرة جميل لكن لماذا قال أجر كريم ولم يقول أجر عظيم أجر جزيل الكريم عطاؤه لا ينتهي عطاؤه لا ينتهي لو تقول أجر عظيم ممتاز بس في النهاية له حدود أجر جميل أجر حسن لكن كريم لا ينتهي وهذه مغفرة تقابل الخروج من الشرك إلى الإيمان والأجر الكريم يقابل الأعمال وأكثر من العمل فالله أكرم وأجل الله يعلمنا بارك الله فيكم فضيئة الشيخ الدكتور على هذا الشرح المستفيد نحن ربما نكون بطيئين في السير لكن نعطي الآيات حقها إن شاء الله وما في شيء نستعجل من أجر أشكركم فضيئة الشيخ جزيلا الشكر ونلقاكم بحول الله في الحلقة القادمة وكذلك الشكر لضيوفنا عفوا لمتابعين ومتابعي برنامج في رحابي السورة وملتقان يتجدد بحول الله في الحلقة القادمة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة